فيه أشياء لا فائدة من ذكرها إذا ما ذكرت في الكتاب والسنة إذا لا فائدة من ذكرها ولا فائدة أن تبحث عنه وتسأل عنه تدخل يوتيوب أو تدخل مواقع تسأل عنه يقول كيف كانت شفينت نوح عليه السلام؟ كيف يكون الأشد مع الخروف مثلا؟ كيف يكون الأشد مع الخروف مثلا؟ أنت ليس لك علاقة أنت أمن أن الله سبحانه وتعالى أنقذ نوحا ومن معا أنت عمل أنه يرفع ليس لكي يمكنك أن تكون لكي يتمكنون من خلاله إنك تحدث عنه وتسأل عنه وتدخل الناس يتكلم أنه كان من ركابها والله ممكن و هذا أكثر واحد تجد له مشاهدات في يوتيوب لأنه يكذب و يفتري و يقول أشياء أين القصص الحق؟ أين القصص الحق؟ أين؟ في القرآن والسنة و هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن و هذه الكتب التي كانت قبل نؤمن بها لكن دخلها التحريف كيف نطالعها؟ هذا القرآن هذا القرآن يبقى الله سبحانه وتعالي تجب تعالي و يليس برمالا هذا الترقمي عندنا كله لهم يمتلك للحماية ولكن يبقل الله على الخدمات لن تعتبع عن القرآن من ذلك أنظر يوتيب و رحلع